بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله انا مفرح خطاب ازايكو حلوين النهاردة هعمل معاكم فراخ محشية ورز وشايفين بقى الجمال حاجة كده باشا والطعم طحفة جدا جربيها وان شاء الله تعجبك احشيها معاك برز مبهر شايفين بقى الجمال قدقيم مستوية وجميلة جدا هاتش شاوف الفرن يلا بقى نبتدي الاول بتدبلة الفراخ انا معايا هنا طمطموية مبشورة ومعايا معلقة صغيرة من كل فلفل اصمر طمبودر بصلبودر بابريكا زعتر عريشي توابل فراخ مرأ الدجاج كمون والسبع بهارات كده تمام ومعايا الملح طبعا حسب الرغبة بس انا استخدمت معلقة صغيرة من الملح ومعايا عصرة لمونة كاملة وهستخدم حوالي ربع كوب من الخلب ربع كوب من الزيت او ثلاث معالق كبار معلقتين كبار سوية سوس ومعالقة كبيرة من العصر الابيض لو مش متاح عصر الابيض مش شرط على فكرة بس هي بتديكي كده معها اللي هي الكرمالة بتاعتها واللون بتاعها الجميل القوي وهي بتشوي هخلط بقى التوابل كلها كده مع بعض كويس وبعد كده هنزل بالفرخة انا معي هنا فرخة حجم وسط هتابلها كويس من الجنب ده والجنب ده ومن جوه وبرا ادخل التدبيلة فيها في كل حتة كده طبعا لو تقدر ان انت مسلا ليلة كاملة هيبقى افضل انا كده هبيتها ليلة كاملة لو انت بقى مستعجلة وكده هيقل لحاجة ساعتين عشان بس تبديكي التدبيلة الجميلة وطبعا تخرميها بخلة سنان عشان الفرخة تقدر تاخد من التدبيلة كويس انا ما خرمتاشه لأي حاجة خالص لان انا هبيتها ليلة كاملة في التلاجة زي ما انت شايفة كده لو كده بين الوراك اللي هو الزلد اللي ببقى الفوضي دون بقى يعني مدخل فيه برضو كمان التدبيلة كيس بقى استريتش ودخلها التلاجة ليلة كاملة كده بقى التمام انا كده بقى تاني يوم هجهز الرز معايا انا معايا كده هتواصل على النار معلقة زبدة كبيرة واحط ثلاث معلقة كبار من الزيت او ربع كوب طبعا بقى الرز هنا الكمية اللي انت حباها انا هستخدم رز كتير شوية عشان الرز اللي هيبقى من الحشية بتاعك الفرخة هقدمه كده جنبها بقى جميل جدا خليبوا بقى لما ياخد معايا اللون الاصفر كده ويبدأ يكلوا خلاص كلوته كده يبقى يتحمر معايا او لونه يغير معايا كده تمام دخل كده في مرحلة التحمير كلوته كده اتحمص معايا ويبتدى بقى يلون معايا الوقتي طبعا ايديك فيه على طول عشان ما يتحرقش منك لان هو لما بياخد اللون الابيض كلوته كده فسهل جدا هو يتحرق منك بعد كده بكل سهولة شايفين الحبايا كده بدأت تغيروا وحبايا لسه هتعمل كده زي حبايا وحبايا طبعا ايديك فيه على طول عشان ما يتحرقش منك كده زي ما قلتلك وهو كنا انا كده مجهزة معايا بصلايا مبشورة ومجهزة بقى الكبدة والقنصة بتاعت ايه الفرخة ايه انا بشرة كده البصرة والقلمة بشرة طبعا انت لو عايزها تخرطي كتعة صغيرة براحتك مجهزة صغيرة هقلب فيه بقى كويس بقى لما اللون بتاعه كمان يغير معايا اللي هو اللون الرز والبصرة تاخد لون والكبدة والقنصة بتاعتها تستوي كده وتخش في مرحلة التسوية بتاعتها شايفين بقى الجمال انا لحد دلوقتي ما باهرتش الرز خالص محطتش على اي حاجة اخر تلات دقايق بس كده ولا دقتين لما خلاص احصل للرز اخد لون هنزل علي بمعلقة فلفل اسمر معلقة من مرقة الدجاج الفورية والملح طبعا حسب الرغبة انا استخدمت المعلقة كبيرة عشان انا مستخدمها كمية رز ايه مش قليلة طبعا انت لو عندك مرقة ما تستخدميش اللي هي مرقة دجاج الفورية لو عندك اللي هي الشربة او اللي هي المرقة يعني شايفين بقى الجمال بسم الله ما شاء الله كده تمام قوي وكده اخد معايا اللون اللي انا عايزاه كمان الكبدة والبصلة بتاعتي تحمروا كده واخدوا لون مع بعض شايفين بقى اللون البصلة او لون الكبدة كده عمل معايا ازاي الكبدة اخدت لون والبصلة كده تحمرت معايا كده تمام بقى هنزل معايا بالمية بتاعتها او بالشربة لو عندك شربة انا بس عايزاها تستوي كده نص سوا الرز انا عايزا يستوي نص سوا وهيكمل التسوية بتاعته في قلب الفرخة وهي ببيت الشوي في الفرن كده تمام معايا لما يغلي اهد عليه بقى خالص لما يتشرب المية بتاعته ده نهائي شايفين بقى الجمال شايفين اهد ايه كده مفلفل وحلو كده يعني نص التسوية مش تسوية كاملة انا بقى اجيب الفرخة بتاعتي اطلعها من تدبيلة واحشيها بالرز بتاعي طبعا انت لو حابة تضيف اي اضافات للرز او للخلطة او اللي هي الخلطة بتاعت الرز اللي هي اللي يعني انا ما حطتش غير مرأة الدجال فورية وفوفل اسمر انت لو حابة بقى تزود براحتك لو حتى تحط يعني انت لو حابة تحط اي دوابل تانية ده طبعا على حسب زوءك انت اللي هتكلي تقدر تحط طبعا اي حاجة انت حباها هحشي كده بين الوراك بس مش كتير بس عايز اقولك من بلاش ان انت تحشي بين الوراك لان يا في في ورك منهم فرقع مني يعني اتفتح يعني وافل فرق كده تمام فرخة كده خلاص خدت الرز الكفاية بتاعتها يبتدي بقى قفل بيها كده بخلط سنان من الفوق كده من عند الرقبة ومن تحت كده من عند الوراك عشان الحشوة بتاعتها ما تطلعش مني انا كده بقى الخطوة دي مشغلة الفرن عند راجعة حرارة 200 عشان يكون فرن كده ساخن وهي دقلة ما تاخدش معي وقت هي اخدت معي بالضبط ساعة وربع لان الحجم كان وسط طبعا بتاخد وقت معاك على حسب النوع الفراغ بتاعتك على حسب حجمها انا جبت كده بصل عملت كده حلقات وحطوته في الصنية وهبتدي انزل عليها بقى ببقية التدبيلة من فوق كده هتديها شكل وهتديها طعم كويس قوي للرز كمان لان فيه من التدبيلة كده هيدخل جوه الفرخة قفلت قفلت كده عليها بورق زبدة وبعدين ورق ألمونيوم وورق الفولده انا هقفل عليها نص ساعة مش اكتر وبعد كده هشتال الورق من عليها اللي هي تشوه معي وتاخد لون جميل جدا من فوق بس انا يعني هعمل عليها كده اكتمها كده عشان البخة بتاعتها تسويها في النص ساعة عاديا واضمن لي التسويق بتاعتها المزبوطة وبعد كده هشتال الغطاء اللي انا حطيت عليها دوان وتطلع معي بنفس الجمال ده حاجة بسم الله ما شاء الله طحفة جدا يعني هي قعدة ساعة من غير كده اللي هو الفول والألمونيوم وشايفين بقى الجمال حاجة بسم الله ما شاء الله طحفة جدا جربيها وان شاء الله تعجبك سهلة وبسيطة ما بتاخدش معاك وقت وتغيير في الاكل ويعني والنتيجة بجد خيال فرخة متربلة كويس مشوية كويس مستوية كويس حاجة بجد تحفة جدا شايفين والرز مفلفل بقى من جوه وتحفة جدا كنتم معاكم مفرح خطاق يارب تكون التراجعة عجبتكم متنسيش بعد دعميني بلايك وشال الفيديو مع أصحابك عشان القناة يكبر بكم سلام عليكم